كعادته يلتحق عبد الرزاق باكراً بالحقل لممارسة النشاط الفلاحي عشق النخلة فغادر لأجلها مقاعد الدراسة وهو في السنة التاسعة أساسية كنت أعشق زراعة النخيل فبدأت في زراعة النخيل مع الويل قلت اليد العاملة أجبرتني على تعلم جميع الأنشطة الفلاحية بما فيها تلقيح النخيل والصعود إلى النخلة استفد عبد الرزاق من تكوين في تسير الموارد البشرية ما سهل له عمله كان دائماً متابعة للبرامج الإذاعية الثقافية فراوده حلم متابعة الدراسة مجدداً متابعة البرامج الثقافية التي تتناول تاريخ الجزائر مما أدت به إلى ونوج عالم الدراسة من جديد عبر المرسلة إلى سنة 2021 أخذت شهد البكالوريا تابع عبد الرزاق دراسته في تخصص التاريخ الذي تفوق فيه عن باقي زملائه في الدفعة بعد دراسة ثلاث سنوات في الجامعة ختمتها بمعدل 14.97 ونلت صدارة التفوق على شعبة التاريخ بإذن الله أوصل الدراسة في الماستر سوف أقوم بإعداد مذكرة تخصص تاريخ عينغا وعلاقتها بالأوريس بعد مؤتمر الصمام تستطيع إذا اعتقدت أنك تستطيع مقولة يجسدها عبد الرزاق في كل مرحلة من مراحل تعلمه مواصلا الصعود إلى قمة ما يطمح إليها